موسيقى سلام من الله عليكم عزيزي المشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من الصحافة اليوم والبداية كما جرت العادة بهذه الإطلالة السريعة على أهم العنوين في الصحف والمواقع الإلكترونية موسيقى البداية من الحرة تشمل ثلاث مراحل تفاصيل خطة أمريكية مصرية قطرية تمهد لوقف حرب غزة في العربية بعد هجوم المغازي إسرائيل تطوق خان يونس وتحذر السكان الشرق الأوسط العفو الدولية مؤشرات تنذر بإبادة جماعية في غزة في الغد برنامج الأغذية العالمي خطر حدوث مجاعة في مناطق بغزة لا يزال قائما وكالت سبوتنيك بوتين وسيسي يحضران مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبع النووية وأخيرا من روسيا اليوم قنبلة موقتا قبالة اليمن تعليق عملية تخلص من صافر المهجور عن اليوم الأقسى فداحة الجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة طالعنا موقع الغد بضربة واحدة مقتلوا واحد وعشرين من جيش الاحتلال بعد استهداف مبنى مفخخ بقطاع غزة أعلن جيش الاحتلال اليوم الثلاثة مقتل واحد وعشرين من جنوده وضباطه في قطاع غزة في أكبر حصيلة يومية للقتل بصفوف الإسرائيليين منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي وقال ناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي إن صاروخي من طراز RBG أصاب دبابة ومبنى لغمته المقاومة الفلسطينية مما تسبب في انهياره على الجنود وبلغت حصيلة قتل جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية على قطاع غزة 224 عسكريا بينهم 24 لقوا مصرعهم في الـ 24 ساعة الأخيرة عن تفاصيل المقترح الإسرائيلي لوقف الحرب في غزة لمدة شهرين طلعنا موقع الحرة CNN إسرائيل اقترحت خروج قادة حماس من غزة في اتفاق أوسع اقترحت إسرائيل أن يغادر كبار قادة حماس قطاع غزة في إطار اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار في القطاع حسبما نقلت شبكة CNN عن مسؤولين مطلعين على المناقشات الدولية الجارية وتشير الشبكة إلى أن إسرائيل فشلت رغم أربعة أشهر من الحرب تقريبا في القبض على أي من كبار قادة حماس في غزة أو قتلهم وتركت حوالي 70% من قوة حماس القتالية سليمة وفقا لتقديرات إسرائيل نفسها ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين إن إسرائيل قدمت لحماس عبر وسطا قطريين ومصريين مقترحا يتضمن وقفا للقتال لمدة تصل إلى شهرين وذلك كجزء من اتفاق متعدد المراحل يشمل إطلاق السراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة ورغم أن الاقتراح لا يتضمن اتفاقا لإنهاء الحرب إلا أنه يمثل أطول فترة لوقف إطلاق النار عرضتها إسرائيل على حماس منذ بداية الحرب وعلى رد وزير الخارجية الفلسطيني على إنشاء جزيرة صناعية لعيش الفلسطينيين طلعنا موقع المصر اليوم وزير خارجية فلسطين يرد على تصريحات إسرائيل بإنشاء وطن للفلسطينيين على جزيرة صناعية قال وزير خارجية فلسطين رياض المالك إن الفلسطينيين ثابتون في أرضهم ومن يقترح إنشاء جزيرة يذهب إليها جاءت تصريحات المالك ردا على الاقتراح الإسرائيلي بإنشاء وطن بديل للفلسطينيين على جزيرة صناعية وفي وقت سابق قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن التل أبيب عرضت فكرة إقامة وطن بديل للفلسطينيين على جزيرة صناعية جاء ذلك خلال لقاء مع وزراء أوروبيين في بروكسل على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وعم طالب الجامعة العربية بشأن الأحداث الجارية في غزة طلعتنا صحيفة الشرق الأوسط الجامعة العربية تطالبوا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل طالبت جامعة الدول العربية بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل وأعدت في ختام اجتماع غير عادي على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة الدول التي تزود تل أبيب بالأسلحة عدتها شريكة في المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني وأعلنت الجامعة تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة ما يمكن اتخاذه من إجراءات على مستويات عدة قانونية واقتصادية وسياسية وديبلوماسية لردع إسرائيل وتفعيل القرار الخاص بإدانة استمرار جرائمها في قطاع غزة والوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار في القطاع على أن تصدر اللجنة تقريرها بهذا الشأن وتعممه على الدول الأعضاء في الجامعة خلال أسبوع وفق البيان الختامي لاجتماع المندوبين في مقالة الرأي نطالع مقالة لغسان شيربل بعنوان إيران على حدود إسرائيل ليس بسيطا أن تدمر الطائرات الإسرائيلية في دمشق مبنى يجتمع فيه قياديون من فيلق القدس وليس بسيطا أن تعود نعوش من استهدفوا إلى إيران لتنضم إلى نعوش سبقتها صحيح أن إسرائيل كانت نفذت اختيالات وهجمات على الأراضي الإيرانية نفسها لكن الصحيح أيضا هو أن ما بعد طوفان الأقصى ليس كما قبله الغارة الإسرائيلية على منطقة المزة في دمشق بالغة الخطورة والدلالات هل قررت إسرائيل استدعاء إيران إلى حرب لا تستطيع الولايات المتحدة إلا الإنخراط فيها هل يعتقد بنيامين نيتنياهو أن لا مخرج من المأزق الحالي غير توسيع النزاع على رغم مخاطره وأثمانه واضح أن إيران لا تريد الحرب الواسعة تفضل خوضها بالتقصيط وعلى دفعات عبر الحلفاء والوكلاء أمريكا نفسها تجاهد منذ شهور لمنع توسع الحرب لكن الحرب التسعت ولو بوتيرة منخفضة هناك الحرب الموازية التي يشنها حزب الله عبر جنوب لبنان بجرعة تزيد وتنقص وهناك حرب الصواريخ والمسيرات الحوثية في البحر الأحمر وهناك أيضا حرب طرد القوات الأمريكية من العراق على أيدي فصائل عراقية وجاءت غارة المزة لتضاعف تسخين الجبهة السورية على رغم أحوالها وضوابطها الروسية الواقعة المساهمة الكبرى في الدفع نحو الكارثة جاءت على يد نيتنياهو شارك في إغلاق النافذتين اللتين فتحتا وهما اتفاق أوسلو ومبادرة السلام العربية وظف منا خاتم بعد 11 سبتمبر 2001 وغزو العراق لتقوض أي فرصة لإحياء التفاهم مع شريك فلسطيني تميز بقدر غير قليل من قصر النظر حين عد أن تقوض السلطة الفلسطينية انتصار لإسرائيل حتى ولو أدى ذلك إلى صعود تنظيمات مدعومة من إيران وعلى امتداد عهده الطويل رفض نيتنياهو قراءة التحولات الجارية في بعض خرائط المنطقة وولادة الجيوش الإيرانية الجوالة فيها واقتراب المستشارين الإيرانيين من حدوده مساهمة الإدارات الأمريكية المتعاقبة في صناعة الوضع الحالي في الشرق الأوسط كانت كبيرة بالتأكيد لم تقدر أهمية إنقاذ اتفاق أوسلو لم تدرك أيضا أهمية مبادرة السلام العربية وضرورة الضغط على إسرائيل للتوقف عن محاولات شطب الشريك الفلسطيني وعن الغارات الأمريكية والبريطانية على محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين طالعنا موقع العربية الحوثي ضربات الغرب طالت 18 موقعا ولن تمر بلا رد بعدما نفذت قوات أمريكية وبريطانية مساء أمس ثمان ضربات بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا في أحدث هجوم على مهاجمة الحوثيين سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر أتى الرد الحوثي فقد أعلن المتحدث الرسمي العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن الطيران الأمريكي والبريطاني شن 18 غارة جوية على صنعا وتعز والبيضاء والحديدة خلال الساعات الماضية وأكد على منصة إكسا ثلثة أن هذه الاعتداءات الأمريكية البريطانية لن تمر من دون رد وعقاب مناقشة أبرز ما طلعتنا به الصحف والمواقع الإلكترونية أرحب بضيفي من القاهرة الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية بهاء محمود مرحبا بك أهلا بحضر أهلا وسهلا وهي تحية لمن سينضم إلينا عبر سكايب أشرف عكا الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني مرحبا بك أستاذ أشرف أهلا وسهلا أهلا وسهلا لو بدأت معك أستاذ بهاء البداية ستكون من الخسارة الأقسى فداحة على جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة بمصرع 24 ضابطا وجنديا كانت بالأمس برأيك كيف سيكون وقع هذه الخسارة على الأوساط الإسرائيلية؟ يعني حتى هذه اللحظة من ضمن الأزمات التي يعني انتقى على كهي الحكومة الإسرائيلية أنها مع كل هذه الخسائر في الأرواح في الجانب الفلسطيني حتى هذه اللحظة لم تستطع إسرائيل أن تفرج عن أي رهينة من داخل الفصائل في الفلسطين وكذلك لم تستطيع أن تحقق أهدافها في القضاء على مقدرات حماس أو حتى تفكك البنية التحتية لهم أو تقبض عليهم أو حتى تعلن لنا كم قائد تم أسره أو اعتقاله أو حتى قتله كلها أرقام ليست حقيقية فيما تعلق بقتل حماس لم تبدي حتى هذه اللحظة خريطة حقيقية واضحة للأنفاق في المقابل يوم بعد يوم الخسائر بالفعل في البشر والبنية التحتية لغزة لكن يقابلها أيضا خسائر عسكرية على مستوى المعدات الإسرائيلية على مستوى الجنود ومن ثم هذا يعني أن رغم الفرق الشاسع بين مقدرات حماس ومقدرات إسرائيل لأن إسرائيل بكل ما تملك فيتخسر أمام حماس على أقل فيما تعلق بعدم قدرتها على الوصول لحماس مع استمرار وجود قتلة من قوات الاحتلال هذا أيضا يزيد من أعباء الحكومة يزيد من الجيش الإسرائيلي الذي يعني أن كل هذه الشؤور لم تأتي بنتيجة وأنك مهما قتلت من أهالي غزة أيضا لم تسفر عن ذلك النتيجة وبالتالي هذا يجعل التفكير في رئيس الحكومة نفسه ومجلس الحرب نوع الأنواع السلبية كيف تستمر هذه الحكومة في ظل هذه الخسائر وبالتالي يكون هناك أقرب لفكرة أن مسألة وجود شهرين هدنة هي أقرب لفكرة أن تكون هناك انتخابات حتى تأتي حكومة أخرى ربما تستطيع موثلة الحرب على أساس أن هناك معارضة سياسية كبيرة من أحزاب المعارضة لسياسة نتنياهو وفشلوا في الوصول لأي شيء بالإضافة أيضا للانقسام العسكري على هذه الحرب سواء من القادة العسكريين الحاليين أو السابقين بالإضافة للأمريكان أو من كانوا يقدمون المشهورة للجيش الإسرائيل بالانتقال إليك أستاذ أشرف كما تابعنا اليوم في موقع الحرة هناك مقترح إسرائيلي يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة شهرين وأيضا مغادرة كبار قادة حماس لقطاع غزة مقابل إطلاق سراح الأسرة هذا يأتي بتزامن مع ما ذكرته وسائل الإعلام من أن هناك خطة أمريكية مصرية قطرية تشمل ثلاث مراحل وتمهد لإنهاء الحرب في قطاع غزة كيف يمكن قراءة ذلك في ضوء الخسائر الإسرائيلية تتحدث عن موقع إطلاق النار وتريد عمليا أن تنجز ملف الأسرة وثم تعود إلى تلك الحرب هذه المطرحات الإكليمية التي يتحدثون عنها بالضرورة لا تجاوب عن ذلك المطلب الرئيس والغاية الأساسية هي وقف هذه الحرب بالكل يركز على أن إسرائيل تنجز ملف الأسرة خاصة الأمريكي وبعد ذلك أن تستمر في هذه الحرب وتدمر حماس إذن المنطق الآن الذي يقول لمحاولة إفقاد المقاومة الفلسطينية أحد أهم أوراق الضغط في هذه الحرب والملف الأسرة والمتجزين لديها هذه القضية لا يمكن أن تقبلها المقاومة هذه القطط الآن وهذه الأفروحات هي محاولة إسرائيلية داخلية لها علاقة في الجمهور الإسرائيلي الذي يقالب بطرور تحرير الأسرة لأن هناك عامل ضاق الجدي على هذه الحكومة وعلى الجيش الإسرائيلي لأن المقاربة الدموية العسكرية الانتقامية لم تنجز هذا الملف وهو يريد أن يقول بشكل واضح أنه يحاول ويتحرك وأن هناك حراك على هذا الصعيد هذا ما يجب أن نقرأ الآن من كل ما يحدث ولكن دعني أقول الآن هو عندما أعلن عن هذه القسائر مساء أمس في الجنود وعد القتلى هي المرة الأولى التي يعلن عنها بهذا الرقم من أجل أن يعزز أولا الفكرة الانتقامية ويهيئ الرأي العام العالمي والدولي لإبادة خان يونس لأنه يعتبر خان يونس المعركة القاصلة التي ستحدد مسارات واتجاهات هذه الحرب من وجهة نظر طبعا ولكن هو سيبرر التدمير والتهجير بهذا الاتجاه أضف إلى ذلك ويهيئ الرأي العام الإسرائيلي الداخلي إلى ضرورة استمرار هذه الحرب وأن الأصوات المطالبة بوقفها عليها أن تسكت والرأي العام الداخلي في إسرائيل يعني من أجل أفضل أن يوقف هذه الاحتجاجات المتنمية في الشرع الإسرائيلي وهذا ما يجب أن نقرأ الآن من كل ما يحدث وحتى هذه المبادرات هي كثيرة ولا تجيب بالضرورة عن المسعى الأساسي وعلى المطالب المقاومة الفلسطينية طلبة الإقليم بضرورة وقف هذه الحرب وأي ترتيبات أخرى تنترج عبر مراحل تبدل أسرة ولكن المقاومة تريد بضمانات دولية عدم عودة إسرائيل إلى الحرب ويريد أن يفرض واقع ميداني الآن على المقاومة من خلال تطويق الشمال وعزده عن الوسط وتطويق الوسط وعزده عن الجنوب والتركيز والاندفاع باتجاه خان يونس وبعد أن ينجز خان يونس سنطلق بعد ذلك إلى رقح وهذا ما يجب أن نفهمه وهو يحتاج إلى ذلك الوقت وإلى تقليل الضغط الدولي وخاصة من حلفاء والولايات المتحدة بالعودة إليك سيد بها استمعت إلى حديث ضيفي وهو أشار إلى حتى تصريحات مسؤولين إسرائيليين بأن هذه الخسائر ينبغي أن لا تذهب هدرا وينبغي استمرار القتال حتى ما أسموه تحقيق النص لكن في المقابل ألا ترى أن هذه الخسائر ربما تؤدي إلى تآكل الجبهة الداخلية؟ يعني أنا في اعتقادي هناك إشارتين نجب أن نفهمه الإشارة الأولى هو للطرف الداخلي في الحكومة الذي يرغب في استمرار الحرب والذي يعول على فكرة أن الخسائر العسكرية يجب رد عليها وأنه بحسب استطلاع رأي جارة في بداية شهر يناير للمعهد الديمقراطي الإسرائيلي ذكر أنه نسبة جيدة من الإسرائيليين رأوا أن الحكومة السرائيلية يدها رحيمة إلى حد ما في قصفها وضربها لغزة وأنها يجب أن تزيب من هذه الضربات وأنها لا تفعل ما عليها هذا من جانب من جانب آخر هو إشارة عكسية للأطراف التي قد يتم إقناعها في أطلاقات أن السلام مرحلة مهمة وأن وقف الحرب يجب أن يتم وقف الحرب لأنه كما ترون يعني أنه هناك قتلى وخسائر في الجيش الإسرائيلي ومن ثم الهدنة أمر واجب واجب التعويض عليه بشرط أن يكون هناك مكاسب سياسية أو عسكرية فيما تعلق برحيل قادة حماس كما يعلن أو يعني شبه نصر عسكري ولو بسيط بأن يعلن عن بعض القتلى أو اغتيال بعضهم من قبل حماس سواء كانوا في غزة أو في بيروت أو في أي مكان آخر وبالتالي هي رسائل متعددة على كل طرف أن يتحمل النتيجة أو بمن صح كل طرف يفهم من الرسالة التي وصلت عليه الحكومة الإسرائيلية في كل أحوالها حكومة مقاسمة وهناك يعني أكثر من مظاهرة تمت أحدهما كانوا في لجنة المالية منذ أيام يعني بعض أهل الأسرة دخلوا المقر البرلماني وكان هناك تجاوزات وهناك يعني نوع نوع الفوضى وكل هذه المثال تؤثر على مصير ومستقبل رئيس الوزراء في ظل أن الجانب البرلماني يعني لا تجلب معارضة كبيرة عليه بحسب آخر تصويت لصحب السقة فقط صوت 18 عضو من اليسار أو حزب العامة هم فقط من أرادوا رحيل الحكومة فيما امتنع الباقي أو اختفى لم يصوت وهو نوع من أنواع يعني السياسة الباب الموارب هم لم يوافقوا على رحيل الحكومة ولم يؤيدوها بل جعلوا المشهد منقسم فمن أراد أن يعلم أن اليسار فقد هو من يرحيل الحكومة نعم ومن أراد غير ذلك فليفهم كما شاء من جانب آخر هذه الحكومة لديه أزمة كبيرة أن الرئيس الوزراء نفسه يخشى عدم تحقيق الناصر أو انتهاء الملف دون أن يحقق هدفه وبالتالي يعرض لضغوط داخلية أقل ما فيها أن يرحل من الحكومة عبر انتخابات مبكرة والانتخابات المبكرة تبقى للعرفة الديمقراطية في إسرائيل أو الخوف من الأزمات الداخلية لن تجرى إلا بانتهاء الحرب أو هدنة كبيرة ومن سمى إما أن تكون هدنة كبيرة يعني تكون تعقد فيها الانتخابات وهذه تقل عن شهرين ثلاثة وربما أكثر أو انتهاء الحرب والعودة للمشاكل الداخلية مشاكل القضاء والاقتصاد وغير وتقييم الحرب بخلافه ولكن أن تكون هناك سيناريو لإقصاء الحكومة الحالية فهو أمر صعب للعرف الديمقراطي في إسرائيل أو هذا المناخ الذي يغزى على التطرف والذي لا يقبل أن ترحى الحكومة مع العلم أنه نتهى نفسه عندما كان أولمرت رئيس الوزراء وأيضا كانت في حرب في غزة يعني لوح باستقالة أولمرت وهكذا لكن هذا كان خطب سياسي معارض ولم يحدث لكن الآن الجبهة الداخلية حتى من قسامها مع معنى النيهو لكنها تخشى من فكرة الفوضى التي تضرب أمن إسرائيل والحكم بالتالي يقبلون بنوع أنواع المساومات مع وجود ضغوط على الحكومة حتى تغير من مصارها إما تغير بوجود حل حقيقي للأسرة أو وجود حل حقيقي متعلق بقضاء على حماس أو صفقة ترضي معظم الأطراف بالطبع لن ترضي كل الأطراف لأنه هذا مجتمع منقسم يعني هناك سطاب كبير في المجتمع ما بين اليمين والإسطار الوسط وبين حكومة أو حكومات يمينية تعمل أو تتواجد إسرائيل منذ مقترابين وحتى هذه اللحظة واختفاء يعني إلى حد ما اليسار إلى حد ما المعتدل والذي لا يرى في هذه الحكومة الحالية أو غيرها قادرة على إحلال السلام مع الفلسطينيين أو على أقل إحلال السلام هذه النقطة إحلال السلام بناء على حل الدولتين سيد أشرف هناك تصريحات في الأون الأخيرة أمريكية ومن الاتحاد الأوروبي بأهمية إقامة دولة فلسطينية بغض النظر عن مصداقية وواقعية ما يطرحون بالنسبة إلى المصالح الخاصة بهم يعني كيف تنظر إلى التصريحات تصريحات اليمين المتطرف عن إعادة توطين أهالي غزة ومؤخرا إنجاز التعبير التقليع لوزير الخارجية الإسرائيلي بإنشاء جزيرة صناعية عن ماذا تنوم هذه العقلية سوف أولا هذه الحكومة في إسرائيل حكومة متماسكة وهي الفرصة الوحيدة لاستمرار يعني إنشاء حكومة يمينية متطرفة استيطانية هذه تدل على عقلية اليمين وفلسفة اليمين ومنطق اليمين ونهج اليمين الإسرائيلي يضطر في إسرائيل الذي لا يعترف الحقوق الوطنية المشروع للشعب الفلسطيني يريد إبقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية يعني على كل الأراضي الفلسطينية ولا يعترف إلا بشكل ما من التركيبات التي ليس لها علاقة بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة أو ذات حدود أو تعترف بالكدس عاصمة أو عودة اللاجئين هذه المطالب الوطنية المشروع للشعب الفلسطيني نعم تصدر بشكل مباشر مع رؤية اليمين وتتعارب معها تماما وبالتالي هذه الوجهة للنظر الإسرائيلية اليمينية المتطرفة هي تعبير عن تلك البرنامج وتلك الأيديولوجيا واعتقدهم يعتبروها أن هذه القرصة الوحيدة أو الأخيرة لاستمرار هذا النهج واستحضار كل ما له علاقة بتلك يعني الدوافع الدينية التي تحدد طبيعة وملامح الصراع وينطلقوا الصراع من تلك يعني القواعد والأسس الدينية والإكتلوجية التوراتية في رسم ليس فقط العلاقة مع الفلسطيني وأما العلاقة مع العرب والمنطقة هذا ما يجب أن نفهمه هذه التصريحات ليست جديدة على الشعب الفلسطيني ولكن ما ينسحب عمليا ما يجري الآن في الطفة الغربية من احتلال واشتياحات وتفويل يحاول أن يعكس نفسه يعني أو يحاول أن ينشئ الإسرائيلي شيء مماثل في قطاع غزة بعد انسحابه في عام 2005 والآن المرحلة صعبة جدا على الإسرائيلي خاصة أن طبيعة الخلافات الداخلية الإسرائيلية لم تجد طريقها نحو تغيير الفكومة تغيير نتنياهو هناك صحيح إنعدام ثقة في نتنياهو إنعدام ثقة في الحكومة وفدودة الجيش على تحقيق الأهداف ولكن يبقى الإشماع على الانتقام وهذه التعقلية التأرية من المجتمع الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وكل الكوى السياسية في إسرائيل يعني تختلف في ترتيب الأولويات ولكن ليس على جوهر يعني العملية العسكرية والحرب القضاء على حماس ومنع تهديدها المستقبلي المستقبل للغزة هو ذلك التصوير الإسرائيلي في عادة احتلال القطاع وإبقاء السيطرة الأمنية عليه هذا ما يجب أن نفهم من كل تلك الأطروحات التي يتحدثون عنها نعم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أشرف عكا كنت ضيفي عبر سكايب شكرا جزيلا لك بالعودة إليك سيد بهاء الجامعة العربية ومن خلال المندوبين الدائمين طالبت الدول بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل وعدت الدول المزودة لإسرائيل بالأسلحة بأنها شريكة في الجرائم الواقعة في قطاع غزة ألا ترى أن الولايات المتحدة تأتي في صدارة هذه المطالبات؟ إلا تلحظة أمريكية ليست فقط دولة تصدر الأسلحة هي داعم وشريك لإسرائيل في أي حرب تجاه غزة أو تجاه أي دولة عربية ومن ثم هي خارج نطاق المطالبات لأنها ليست فقط حليفة صغير بل هي جزء من هذا التكوين المتطرف الذي يدمر في أهلين في غزة أو يدمر في أي دولة عربية في سوريا في لبنان وغيره العبرة الحقيقية في اعتقادي هي مبنية على بقية الدول الأوروبية على سبيل المثال ألمانيا بريطانيا وغيره كل هذه الدول لديها علاقات قوية مع الدول العربية ويجب التفاهم معها في هذه المسألة هذه الدول تنادي للنهار بحق الإنسان وتتحدث عن القيم والديمقراطية ولا تأخذ في بالها حجم الضمار الشام الذي تقدمه عبر دعمها لإسرائيل بتصدير الأسلحة ألمانيا أفرجت في السبع الماضي حوالي 180 رخصة أسلحة لصالح إسرائيل وهو رقم كبير جدا على ما يحدث في إسرائيل ليست هناك حربا مع جيش نظامي مثلا أو أنها تحارب دولة أخرى أو أنها حرب عالمية هي تحارب عزل تحارب حركة مقاومة لا تمتلك ربع أو حتى 1% من أسلحة إسرائيل ومن ثم كم هذه الترخيش من أسلحة كم مبالغ فيه اللهم إلا أن ألمانيا أو أيضا الأوروبية تستغل الحرب بتحكم مصالحات صادية لصالحها وليست العبرة بدعم إسرائيل أو عدمه نعم أمريكا حتى هذه اللحظة يعني الأسف هي متوطأة مع أكتر من أطراف إقليمية على حساب أهل غزة ومن ثم يعني هذا المشهد واضح لأنه إسرائيل لن ليست اليوم تستورد أسلحة من أمريكا أو من أطراف أخرى بل أن حتى إسرائيل نفسها تصدر أصليحة أيضا لأطراف الأزمات مثل الحرب والسرائيل الأكرانية وبالتالي هي مسألة عادية جدا بالنسبة لهم وليست يعني مسألة يبحث فيها حتى الداخل الأمريكي لن يعترض على هذه المسألة لأنها مسألة جوهرية بالنسبة لأمن أمريكا الذي يروج لبعضهم أنه مرتبط بأمن إسرائيل وأنها ملف يعني موازي لها أو مكمل للأمن الأمريكي ويعني يتم دائما طرح هذا المثال كمثل الصورة يبنى على حدود الأمريكية المكسيكية وأن الأرهاب القادم من مكسيك هو نفس الأرهاب الذي يأتي إلى إسرائيل من غزة ومن ثم دعم تصدير أسلحة أمر ضروري لها في المقابل لن تجد حقيقة الأمن قوة عربية كاملة تقاوم هذه المسألة أو تواجه هذا يعني البطش الأمريكي والتحالف مع إسرائيل أفهم من كلامك أستاذ بها بأن وسائل الضغط للدول العربية تبدو غير ناجعة من أجل وقف الحرب في قطاع غزة أنا أستطيع القول أنه لا توجد أوراق ضغط أصلا بمعنى لسه عدم امتلاك بل عدم موجود ساعي لهذه الأطراف بل أكد أقول أن هناك دولتين فقد هم الذين تضرران بنسبة كبيرة من الحرب وقد دولة لا تعتبر نفسها شريكة في الأزمة مصر هي أكثر الدول تضرران من الحرب سواء من والمطالبات من الدول الغربية ودول الإقليمية بتغيير موقفها لصالح إسرائيل أو أنها تدعم هذه الخطط التي من قبل تهجير أهل غزة أو الخرايط التي طرق التي يعني تصدر من إسرائيل إما عن تغيير في متعلق بكم ديفت والحدود عند رفح أو عند محر في لفديا أو حتى مسألة القبول بعد الشيناريات الغير منطقية لصالح الأمن الإسرائيلي على حساب الأمن العربي والأمن المصري وكذلك الأرض إلى حد دماء أيضا مطررة ولها موقف مشابه لموقف المصري في معايدة ذلك يعني غير الدول ليست إلا أبواق أو يعني دول ليست في حق الأمر هي معنية بالأمر بقدر ما هي تزايد أو حيانة تصمت على دورها الغير إنساني في الحرب الخزلان والعمل على دعم إسرائيل عبل شركات تجارية معها واقتصادية أمر غير يعني منطقا يتم على حساب الدماء أهلين في غزة ومن ثم الأوراق موجودة بالفعل لكن لا تستخدم يعني الكل يخشى على مكانته السياسية الكل يخشى على مصارحة تضيئة مع أولوات الأمريكية يخشى على صفغات الأسلحة التي تصدر الشرق الأوسط من قبل أمريكا وتذهب لدول عربية الكل يخشى على المصالح عموما مع الدول الغربية ويرى أنه الدعم الغرب لإسرائيل لو مقابل أيضا مواقفهم السياسية ومقابل أيضا لمكانته من سمة هم لن يضحون حتى هذه اللحظة بكل هذه المكاسب وهذه المكانة مقابل دعم أهل غزة نعم الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية بها محمود شكرا جزيلا لك شكرا والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين في أمان الله شكرا